مرحب بك سيد محمد عربي مرحبا بك نبدأ بما انتهى اليه هذا المواطن وهو يتحدث عن هذا التغيير قال هذا التغيير ليس مفاجئا كان منتظرا ولو انه ذكر في الملاحظة الاخيرة ان السلطة عادت الى الارشيف لتستقدم شخصا معروفا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم جميعا شكرا وفي الحقيقة البعض المتدخلين لخصوا الى حد ما ما قيل عن تبون وما يقال عن او يحيا وقع الامر ان الناس ربما البعض تفاجأوا بعودة او يحيا الشهير بصحب المهمات القادرة وبالمناسبة هذه عبارة وصف نفسه بها وانما ليست خصوم الذين وصفوه وانما هو الذي وصف نفسه مرة من انه يقوم بكل ما هو قادر لخدمة النظام كل ما يحدث في الحقيقة عنوانه وان هناك ازمة كبرى داخل هرم السلطة وداخل نظام الحكم في الجزائر وان هذه الازمة كل ما مرت عليها الايام والاسابيع والاشهر زادت تراكما تعقيدا وتعفنا واشتدت هذه الازمة او بارزت للعالم اجمع عندما لم يستطع النظام ان يغير رأسه الذي اصبح مقعدا واصبح عاجزا بكل ما تعني الكلمة العاجز عندما وصل الى هذا الحد واضطر الى ان يذهب به الى عهدى رابعة في وضع محزن ولكنه في نفس الوقت مؤلم بكل ما تعنيه الكلمة الجزائرين ان بلدهم اصبح يحكم بشخص قاضى 15 سنة على هرم السلطة دخلت اكثر من 1000 مليار دولار في تلك الفترة ومع ذلك عاجز حتى على ان يجد مستشفى يعالش فيه او كبار المسؤولين او ان يجد اي شيء يحطم في هذه البلاد ثم يفرض مرة اخرى في عهدى رابعة فاذا هي مهزلة كونية امام العالم الان هذه العهدى الرابعة وقد قلناها لهم وقال لهم كثير من الخيرين والفضلاء من ابناء البلاد من انكم وانتم تذهبون الى العهدى الرابعة فان الامور ستزداد بوصا وقتامة وايلاما للدولة كدولة للوطن كوطن وخاصة للشعب الذي بدأت الناس تزيد مشاكلها وتزيد مشاغلها وتزيد همومها اكثر مما كانت خاصة مع انهيار سعار البترول السلعة الوحيدة التي نبيع بعد خمسة وخمسين سنة من الاستقلال الان عبدالعزيز في حالة صحية شديدة البعض حتى قال انه في حالة اكلينيكية يعني تقريبا في حالة موت اكلينيكي ان كان ربما وليس لذلك الحد لكنه عاجز تماما الذي اصبح حاكم بامره عمليا هو الشقيق بدون شرعية دستورية حتى دستورهم الذين وضعوه لم يحترموه بدون شرعية قانونية مجرد مستشار للرئيس يصبح هو الرئيس شاهدنا في الصور في الفيديوهات اللي طلعت حتى ببروتوكول مسؤول بروتوكول مدير بروتوكول في رئاسة جمهورية يخرج مع السعيد الآن لا يخرج مع عبدالعزيز في اخر تشيئة لريضا ميركل لا يخرج مع عبدالعزيز لان عبدالعزيز خلاص لم يعد يستطيع أن يخرج يعني ميركل المستشار الألماني لما كانت جايه في فبراير الماضي لما ركبة الطائرة ربما كانت ستصل إلى العاصمة الجزائر قيلة لها لن يستطيع الرئيسا يقابلك خلاص ما فيش غير طريق وطبعا كانت فضيحة هذه أيضا بالنسبة إلينا إلى أن لأن هذه ألمانيا هذه ميشتوقوا ولا بركنافاس طيب سمهم العربي يعني هم كثيرون في الخارج خصيصا يقولون بأن بلدكم حتى مع أرقام قياسية في ظرف قصير ووجيز ما هي هذه الأرقام قال في فقدان الشرعية والمصداقية والشفافية ليش قالوا كيف يعين شخص لمدة تسعة وسبعين يوم ثم يقال هذا لم يحدث في العالم ما لم يفرط لث سنوات على الأقل عام لتقييم هذه الحاصلة إذن كيف نقيم هذه المسألة لماذا أطيح بالرجل ولم تعطله فرصة ما هو السبب الناس تتسائل لشارع الجزائر إلى اليوم هذا السؤال موجود في جزائر العميقة لماذا أقيل هذا الرجل هل هو حرك مواجع الفساد شيء من الملفات حركها ولذلك أصاب السلطة في كبيدها ولذلك تمت الإطاح به أم ماذا حكومة أوحية هذه ستكون الحكومة رقم تسعة عشر منذ مجيء بوتفليقة منذ أن وضع بوتفليقة على رأس الدولة ذات أفريل تسعة وتسعين فرضه جنيرالات الذين كانوا يوما ما كابرانات عن فرنسا فرضوه ليحكم الجزائر بمباركة ودعم وتوصية وربما حتى لا أقول أمر فرنسي أمريكي سعة عشر حكومة يعني أقل من حكومة في السنة وهذه عودته الرابعة بينما بالنسبة للأويحية عودته الرابعة لكن بالنسبة لتبون حتى نبدأ في موضوع تبون لماذا ما هي جرائم تبون في واقع الأمر ولماذا أطيح به وبهذه الطريقة المذلة هذه الطريقة الذي اضطر فيها ما قيل أنه الرئيس فالحقيقة هذه الصورة أغضبت صورة وهو مع جيد صالح نائب وزير الدفاع هذه أحد جرائم وإذا شئت كيف يعني هذه أحد جرائم وسأقول لك هناك أربع جرائم لها لتبون تبون طبعا وأنا أتحدث عليه كنت قلت في الحقيقة منذ اليوم الأول لتعينه أن هذا الرجل هو أبن النظام وهو جاء لإنقاذ النظام من التعفن وحالة التعقيد التي وصل إليها نتيجة لوجود رئيس عاجز تماما ونتيجة لأن الناس حتى في هرم سلطة النظام كبار جنرالات كبار الوزراء كبار السفراء كبار المسؤولين يتلقون أوامر من شخص لا يحقوا له ذلك فأراد أن يأتي بتبون بعد مرور خمس سنوات للمهرج السلال وما أحدثه من مزيد من تظاهر في الوضع ومن خراب أضاف له حتى القضايا الأخلاقية كان تبون وعطيت له إذا حبيت هذا النوع من الماكياش لوجه النظام ليبدو أماما للشعب أنه هناك نوع من التغيير هناك نوع وبالفعل لما بدأت كان كثيرين للأسف كثيرين إخواننا لأنهم يغرقون ونحن كلنا نشعر بالغرق في هذه الفترة لوطننا فالناس تتعلق بالقشة أو تؤمن بالخرافة شخصيا كان رأي أنه لن يقدم ولن يؤخر الحقيقة بعض كان ترى أنه سيذهب بعيد بعض كان يعتقد أنه سيذهب والظاهرة تبونية والحديث عام والخاص بالضبط والمواقع على الفيسبوك وهناك صحفيين وهناك جرائد حتى بعض القنوات لكن كان واضح أن هذا في حد ذاته لما بدأت تصبح نوع من الهول نوع من الأمل بالنسبة للجزائرين هذا أزعج بوتفليقة هو نقطة نظام هنا لابد أن أقولها سيد محمد العربي أغلب ضيوفنا في برامجنا الحوارية وحدث تحديدا علق على أن الرجل لن يذهب بعيد وهناك في الجزائر قيل بأن المغاربية هي تسعى لتحتيم البلد كيف يتكلمون عن الرجل وهو يسعى لإزالة هذا الجبل جبل الفساد وصدق هؤلاء الضيوف في برامجنا صدقوا لأنهم قدموا نظرة واقعية وليست نظرة خرافية لأن البعض يريدنا أحيانا البعض مننا يطلب مني لماذا لا تدعمون تبون مثلا نطرح على هذا السؤال بالضبط كيف ندعم شيء خرافي شيء لا يذهب بعيدا وشيء هو أصلا مرتب داخل إطار النظام لكن شوف حتى هذا المرتب لما بدأ تبون يريد أن يذهب في حدود معينة بمعنى أنه يقوم بقرص كبار ناهي بالمال اللي سموهم نجال الأعمال وبدأت جرائد وبدأ في إعطاء إعبارات وبدأ قامت عليه القيامة ثم جاءت جريمته الثانية لقاء مع قايد صالح الصورة التي كنت شاهدها قبل قليل على هذا أيضا كانت جريمة ثانية لأنه بدأ يقال للسعيد بوطفليقة لأنه لمسك ما قلنا كل شيء الآن أن تقربوا من قايد صالح خطير عليكم لأنكم أنتم تعتمدون على الجنيرالات النظام اليوم القائم يعتمد على الجنيرالات من جهة في الداخل ويعتمد على فرنسا وأمريكا في الخارج خاصة فرنسا قد يقول مجادي صورة عابرة سيد محمد العرب قد يقول مجادي صورة عابرة حضر عبد مجيد تبون حفل تخريج من ضمن الأكاديمية شرشال بوجود جاية صالح خلاص بنيتوا عليها أنه أنتو فيه تقر فيه اتصال بالجنيرالات لا شوف كين أشياء بالنسبة لهؤلاء لأنهم لم يأتوا بإرادة الشعب يصبح كل صوت يخيفهم كل صورة ترعبهم كل لقاء بين هذا وذاك يزعجهم لأنه لا يعتمد على دعم شعبه لا يعتمد على دعم مؤسسات الدولة ليس هناك مؤسسات الدولة هو اختصر كل الدولة في شخصه ثم أصبح عاجز فإذا أخوه أصبح هو الذي اختصر الدولة في نفسه وهو لا يحمل أي شرعية فهذا يرعبهم ثم جاءت الجريمة الكبرى لتبون وهو ذهاب أو عودته لما كان عائد قيل من مولدافيا أين قاضى عطلة يمر على باريس مرور على باريس بالنسبة لي الشقيقين بوتفليقاء هذه كارثة لأنهم يعتمدون في حكمهم على دعم الجنيرالات وعلى رأسهم قايد صالح وعلى الدعم الفرنسي أساسا وإلى حد ما على رجال الأعمال فإذا به هو الآن تبون يلعب يريد أن يضرب رجال الأعمال كما يسمونهم رجال نهب المال ويوقفهم عن النهب يتقرب من قائد الجيش والذي يحمل وظيفتين وهو أمر يعني صراحة لم يحدث في أي مكان في العالم وظيفة سياسية ووظيفة عسكرية ثم يلتقي فرنسيين فشعروا برعب بصدمة لعل الفرنسيين يتفقون معه لأنه يعرف بوتفليقة أنه لو لا الفرنسيين لما ذهب إلى عهده رابعة ونحن نعرف أن هولند قال في حوار يوم 30 ماي فيما أذكر 2013 بصريح العبارة مهددا بطريق مبطن وضمني الذين كانوا يتحدثون عن المادة 88 أنذاك في ماي 2013 من أن بوتفليقة سينهي عهدتي الثالثة ثم سنرى بالنسبة للعهدى الرابعة كان هذا حديث واضح من الفرنسيين بالنسبة لأمريكيين اليوم عندهم السيطرة على السناطراك عن طريق هولد خدور الذي كان متهما من أنه من أنه جسوس للأمريكيين فإذا به اليوم يوضع على سناطراك وقرب من الفرنسيين حديث وتقرب بعض جنات على رأسهم قايد صالح ثم ذهابوا أبعد مما رسم له في الضرب أو في توقيف ناهب الملعب أزعج أفزع أقلق بوتفليقة فإذا به يطاح به بطريقة مذلة مذلة جدا لأنهم أرسلوا تعليم قرأت في قناة يعرف الجميع كم هي فاسدة وكم صاحبها بعد أن سربت ما قيل بينها تعليمة أو رسالة تعليمة نعم لقناة النهار وليس لوكالة الأنباء وليس للقناة الرسمية الحكومية وليس للجرائد القريبة منهم حتى اللي هي حكومية وإنما لقناة ووصف ذلك بالتحرش قيلت كلمات قيلت كلمات خطيرة لم يسبق لها مثيل الرئيس يتهم وزير الأول بالتحرش بإثارة الفوضى في الاقتصاد بعدم القيام به في إطار القانون ونصص القانون وكأن السعيد الذي يحكم البلاد اليوم يقوم بما فيه القانون وكأن أبو تفليق الذي عاجز تماما يحترم الدستور وكأن الجنرالات الكبار الجنرالات التي تجاوزوا 75 سنة وهم يعرفون أن القانون لا يسمح لهم ذهب أكثر من 64 سنة يحترمون القانون وكأن كل ذلك لكن هذا لا يعني أن تببون كان يريد أو تقديم شيء للبلاد إنما كان يريد إنقاذ النظام وأعتقد أن النظام سيدفع سمن فادح بإطاحته بشخص كان يسعى لإنقاذه خاصة بو تفليقة والإتيان بشخص يسعى في الحقيقة ليس فقط للتخريب كما فعل وإنما أيضا لالتهام أكبر نسبة وأكبر سلطة وهي رأس الجمهورية ربما عن قريب شكرا شكرا للمشاهدة